موسيقى مجزوة تسعة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم استقبل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الاثنين بواشنطن نظيره المغربي ناصر بوريطا الذي قال إن العلاقات بين البلدين ستكون أقوى بشكل متزايد بلينكين قال في تصريح مقتضب لوسائل الأعلام إن الزيارة جاءت في وقتها لأنها تتزامن مع تعيين المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ستيفان ديمستورا ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بلينكين وبوريطا ببعضهما حيث سبق وأن التقي في جويليا المنصر على هامش قمة روما بشأن محاربة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وصلت بعثة من صحفيين ومدونين مغاربة إلى إسرائيل في إطار مبادرة لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية ولفتت صحيفة إسرائيل هيوم بأن المؤثرين المغاربة سيتجولون في إسرائيل وسيصون الزوار المحتملين من المغرب بالمجيء والتجول في البلاد مضيفة أن الزيارة تستغرق خمسة أيام سيزورون خلالها مدينة القدس ومدن أخرى وسيجتمع أعضاء البعثة مع وزير خارجية الاحتلال الصهيونية فيما سيمكثون في فندق بمدينة القدس المحتلة جهز لهم استقبالا خاصا بحسب الجريدة قال المكتب الصحفي للأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة الأمريكية يو اس اس ميليوس مرت اليوم الثلاثاء عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين الصين القرية وجزيرة تايوان وأضاف المكتب الصحفي في بيان له أن ذلك تم في المياه الدولية ووفقا للمعايير القانون الدولية وأكد الأسطول السابع أن الجيش الأمريكي سيواصل الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك ووفقا للمراقبين ازدادت في الأشهر الأخيرة وطيرة ظهور السفن الأمريكية في المضيق المذكور هزت انفجارات عنيفة في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إثر غارات عنيفة للتحالف الذي تقوده السعودية وأعلن التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بدأ تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في صنعاء ودع المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة وقال التحالف إن العملية التي تتزامن مع تصعيد عسكري واسع في مأرب والساحل الغربي تتوافق مع القانون الدولي الإنساني أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أنه سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون المتمردين في وقت تقترب فيه المعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديسا بيبع وقال رئيس الوزراء في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر مخاطبا أنصاره دافع عن البلد اليوم لاقون في الجبهة يأتي ذلك في وقت أكدت فيه جبهة تحرير تيجراي مواصلة تقدمها باتجاه أديسا بيبع بدأ البرلمان الأردني الإثنين مداولاته بشأن إصلاحات دستورية مقترحة يقول مسؤولون إنها تندرج في إطار حملة لتحقيق إصلاحات سياسية منتظرة منذ فترة طويلة وصغت لجنة ملكية المقترحات لمحاولة تحديث النظام السياسي في البلاد وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخابات وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك مضيفا أن الهدف هو الوصول إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية أفد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستاكس الأثنين أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وقال المكتب إن أنشطته ستعدل في الأيام المقبلة وكان المدير العام لمستشفيات المساعدة العامة في باريس مارتين فهيرش أعلن الإثنين أن عدد المرضى المصابين بكوفيد تسعة عشر في أقسام الرعاية المركزة في البلاد مستقر نسبيا نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر